خرافتان لا صحة لهما وتحاشى رواة الإسلام ذكرهما ماهما؟ أولا أن العربة كانت تسبي النساء في حروبها في الجاهلية وتبيع الأطفال كلا هذه شريعة استعادها الرسول من أيام الشرق العتيق جدا وكان أمرا أثار دهشة العرب والصحابة أنفسهم الخرافة الثانية هي أن زواج الأقارب مثل أبناء العم والخال كانت عرفا جاهليا وهذا غير صحيح بل كان محرما ونزلت لهذا الغرض خصيصا آية جعلتها حلالا وضمن الحديث حول هذين الموضوعين سأتناول أو أشير إلى خرافة الثالثة سأخصص لها وقتا آخر وهي خرافة وجود صراء بين ما يسمى العقل والنقل وهذا أمر لا صحة له ومجرد تغطية على حقيقة حاول جميع حتى يومنا هذا جميع المتنفذين والمسؤولين عن شؤون الدين والدنيا التغطية على هذا الموضوع فكونوا مع أصدقائي مع هذه الحلقة والتي أتمنى أن تحظى باهتمامكم خاصة أنني أطرح فيها آراء أعتقد أنها جديدة وتستحق متابعتكم ونقدكم أيضا وتصويب ما أخطأ فيه أو أشير عليه بشكل متعجل وغير مدروس أكونوا معا السلام عليكم هذا الموضوع نشرته قبل يوم أمس على صفحتي في الفيسبوك وأيضا على صفحتي في قناتي على اليوتيوب وقلت فيها باختصار أن العرب كانت تسبب النساء كما يقال وهذا الأمر لا وجود له وسيقدم أدلة على هذا الأمر ومن هذه الأدلة أننا لم نسمع يوما بوجود سبايا من النساء فيما وصلنا عن تاريخ العرب قبل الإسلام وخاصة المفسر في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي ولا سمعنا أيضا أن هناك أبناء لأولاء السبايا رغم عددهن الهائل حسب الروايات الطبرية أو البخارية أقصد الطبري والبخاري في أحاديثه وأيضا السير والغزوات وابن قدامى وغيرهم وكثير من سيرة ابن هشام والمروج الذهب والبداية وكتب المؤرخين كافة أيضا نحن لم نسمع أن هؤلاء لديهم أبناء كما قلت وخاصة أنه أمر يعني أنت عندما تتحدث عن سبي عشرات بل آلاف النساء وغزو معركة حنين وحة كان هناك عدد مقاتلي هوازن ثلاثون ألف أو أشرون ألف مقاتل فهذا عداد هائلة ومعنى معاني ما يعادل هذا العدد من النساء فكيف تم سبيهن أيضا هناك نساء اليهود وعدد كبير من الغزوات التي شنها الرسول هذه كلها تؤكد أنه وجود عدد كبير من السبايا وهذا كله يعني خلن نفترض أنه صحيح لكن هذا أين آثار هؤلاء أين النساء التي تم سبيهن وقعنا تحت الصحابة وهن ليس بالعدد القليل وهناك أسماء كثيرة تذكر في كتب السيرة والغزوات أين أولادهم هل يؤقل أن كل هؤلاء النساء لم يلدن أحدا فهذا كلام غير منطقي وغير معقول الأمر الآخر الغير منطقي وهو أن هناك كما نعرف في عرف جميع الشعوب ما بعد التاريخ يعني هذا أمر غير معقول أن هناك عشائر تعيش جوار بعضها أو حتى قرى أو مدن يأتي أبناء قرية أو جماعة ويغزون قرية أخرى ويأخذون نساءهم وهؤلاء كالنسوة أيضا يبقين تحت رجال القبيلة الأخرى هذا أمر لا أعرف كيف يمكن للإنسان أن يتخيل وجود شيء من هذا النوع يعني تتخيلوا الآن أن تجيكم مدينة أخرى وتغزوكم ويأخذون نساءكم والتي من أمهاتكم أخواتكم زوجاتكم كيف يمكن تتخيلون حالة المجتمع بعد ذلك ستستمر حروب الهمة لا نهاية هذا أمر غير معقول وهذا ما زال الكثيرون يصدقون به والأخطر ليس أن يصدقون بهذه الأحداث التي رواها لنا كتاب السيرة إنما يقيمون عليها شريعة يقولون أنها هي الشريعة الصحيحة والتي لا يجوز أن يعترض عليها أحد أو يشكك فيها بأتبار أنها من الصحاحة التي لا يمكن مراجعتها الأمر ليس مسألة أنت مؤمن أو كافر أو تشكك بالصحاح لا الأمر أنه غير منطقي وغير مقبول فهذا يؤشر إلى وجود أشياء لا يمكن تقبلها بد والخطورة أنه يأتي من يكون معاديا للإسلام كما يقول أي محاربا للإسلام ويقول هذا الشيء مخزي ولا يمكن تقبله ويخرج للرد عليه من يقولون أن هذه الشبهات ويبدأون بتفسير هذه الأمور وطمطمتها بطريقة وترقيعها بطريقة كما يطلعون عندما تحدث عن الملك اليمين وما لذلك لكن بالحقيقة الأمر لا هذه ولا تلك الأمر أنه نالك روايات بأكملها روايات مزيفة وغير منطقية وغير معقولة وسأفصل بعد قليل في هذا الأمر مبدئيا أن العرب كانت معروف أنه كانت هناك تحدي العمليات السبي في الجاهلية في حروب العرب أيام الجاهلية وهذا الأمر أنا حاولت تتحقق منه لكن وجدت لم أجد شواهد تدل على هذا الأمر بشكل مقنع وجدت بعض القصائد القليلة لعنترة أيضا وجدت قصائد لأمرو القيس ووهد من أتن تتحدث عن قتل امرأة رجل واختصاب زوجته ولكن ليس أكثر من هذا هناك حوادث أيضا حدثت من أجداد الرسول وحدث غزو من هذا النوع لكن بعد ذلك أخذوا امرأة وهالي المرأة عادت وبعد ذلك تم فدائها ويعني كان العملية تأخذ للإهانة وبعض الوهد من العمليات قالوا أنه نفدي هذه المرأة بعنزه بعنز وقالوا هذا شيء نوع من الاستخفاف بنا وبعد ذلك هذه المرأة استطاعت العودة عندما خدعت زوجها ودعت أنها تحبه وأن هذا الزواج وقالت أنا بعد سنة أو سنتين لا فترة من الزمن قالت أريد أن أزور أهلي فزارت أهلها وبقيت لديهم ولم تعد إليه رغم محاولته وهددوه بالقتل قصص من هذا النوع لأن تبقى حالات فردية لا توجد موجودة لا يوجد ما يدعمها طبعا هناك حتى نأخذ روايات صحيحة في الجاهلية مثلا معروف كان العرب يخجلون من وطء السبايا المتزوجات لسبب هذا المنطق الذي قلت لكم لا يمكن أن تتعيش في منطقة حتى لو كانت بناتكم أكبر أنواع العداء أخطر أنواع التفع الملفائي لكن لا يصل الأمر إلى الأمهات والآباء والأخوات والزوجات فهذا أمر سيجعل حروب لا نهاية لها وتخيلوا هذا الأمر يحدث لكي تتصوروا مدى لا منطقية الروايات التي وصلتنا فدائما هذا إذا كان موجود حسب الروايات الموجودة كان دائما المرأة التي يتم سبيها ضمن سبي الرجال وضمن الحروب فيجري التحافظ عليها عسى أن يأتي زوجها أو ابنها فيفديها قبل أن تنتهك حرمتها وهذا الأمر لا ينتهكون حرمتها لأسباب خطيرة جدا ينقلك إذا انتهكنا حرمتها الحرب سيشتد أوارها بطريقة لا يمكن تخيلها لكن ماذا حدث حسب الروايات مع نزول الوحي هذه الخصلة أو هذه العادة الجاهلية تم القضاء عليها واستبدلها الرسول بخصلة إسلامية وهي استباعة اختصاب المتزوجات حين قالت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأنهم غير ملومين هذه الآية تم تفسيرها من قبل طبري وغيره من أوائل المفسرين وقبل مقاتل أيضا بطريقة التي نفهمها حاليا إنما ملكت أيمانكم هن النساء اللواتي اللائي تم سبيهن أثناء غزوات الرسول المباركة وحسب هذه الآية وحسب تفسير المفسرين أن بكلمة الله هذه إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم بكلمة الله هذه تم استحلال فروج وعراض المتزوجات ومن تعاطى ما أحله الله بالتأكيد ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج حيث كان قبل ذلك يعتبر عيبا وحرجا ويقول الجاهظ في رسائله أن قريشة في الجاهلية تركت الغزو كراهة للسبي واستحلال الأموال والسبب أنه كانوا يريدون العمل في التجارة مع الروم والحبشة وبصر والشام وهذا ذكر جواد علي في جزء الثاني من مجلداته العشر كما أتذكر أنا قرأت قبل حدوث ربع قرن طبعا واضح أن هذا الزواج هو أصبح شريعة استعاد الرسول كما يقول هشامج عيط عدة ثلاثية عن تاريخ الدعوة المحمدية وهذا الزواج اعتبر الشريعة استعادة الرسول بتعبير هشامج عيط من أيام الشرق العديق جدا وكان هذه الاستعادة أمر أثار دهشة العرب والصحابة أنفسهم خاصة في غزوة أوطاس وكما نعرف أنه هاي الغزوة إنما كانوا تأجرت في الليل وبدون سابق انذار ومجرد يعني يجمعون أموال وبدون يعني ليس هناك شيء بينهم وبين هؤلاء الناس مجرد أنهم ناس آمنين وتم غزوهم بحجة أنهم ليسوا بمسلمين وهذا طبعا هذا أيضا موضوع أنه ليس بمسلمين لماذا تغسوه يعني وهذا من حلقة شفتها بالفترة العبدالله الرجلي يبرر فيها غزوة أوطاس ويقول أن هناك هؤلاء مشركين ومن طبيعي غزوهم لأنهم مشركين وأذا مشرك يعني يعني هل هذا تبيح دمه وتبيح عرضه وأمواله يبدو تبرير غير لا يستقيم بأي شكل من الأشكال وكل التبريرات هي من أجل فقط التصديق على كل ما قاله الرواة ووصل إلينا ولو جرى هذا على حساب الطعن بأخلاق الرسول وأخلاق السيرة النبوية ولو جرى هذا على حساب الإمكانات الكثيرة لتفسير آيات القرآن الكريم هناك أمر غير منطقي آخر مهم جدا يجب إشارة إليه وأن كيف لك أن تسبي أمرأة قبيلة أخرى هذا يعني أنا ذكرتها لكن الآن من جانب آخر يعني كيف ممكن أن أنت تسبي أمرأة وتأخذها ما لنحلاء ما ملكت يمينك وتجعلها لديك سرية وزوجة أو تمارس معها الجنس وأنت قتلت أبيها وأخيها وزوجها وما لذلك حسب رواية أنه بعد العودة من خيبر الرسول من زواجها من صفية في ليلة قتل أبيها وأخيها وزوجها وعشرتها أيضا بعد طريق العودة إلى المدينة قال أنصبوا لي خيمة ودخل عليها وقال وكان صداقها أو مهرها وتحريرها وأتبارها زوجة الرسول هل هناك من يعقل وجود قصة من هذا النوع كيف يأمل الإنسان يعني لا يمكن يعني طبعا هناك من يشن على المسلمين هذه القصة وهناك من المسلمين من يحاول أن يغطي على هذه القضية بطريقة أو بخرى الأمر مخجل ومن يستحق الطعن هو ليس الرواية الذين وصفوا لنا هذه الرواية العجيبة الغريبة التي لا تدخل أنا أستغرب الناس كيف الكثيرون صدقوا وجود حدث من هذا النوع وهذا عدم التصديق أنه ليس الهدف من أن أقول لا تصدقوا هدف دفاعا عن الدين أو المسألة لها علاقة بالمنطق أن علينا أن نأخذ كل ما يأتينا من التاريخ على أنه حقيقة مسلم بها هذه القضية الأساسية التي أريد أن أقولها أن كل هذا التاريخ الذي وصلنا هو مبني على أكاذيب ما بعدها أكاذيب وعلينا أن نأترف بالحقيقة لا أن نتحول إلى أطرف متحاربة والبعض هذا يقول أنت ملحد وذلك يقول أنت مؤمن وهذا يقول أنت تكافر وهذا يقول أنت زنديق هذه القصة يجب أن نتجاوزها أحنا وصلنا كبشر كشعوب إلى مستوى من الوعي ومن الفهم ومن الإدراك الذي يجعلنا لا نخشى من تصريحة بالحقيقة والقول بأن هذه الروايات التي تصلنا لا علاقة لها بالمنطق ولا بالعقل ولو حصلت فعلا فلسنا ملزمين بها ولا يمكن أن نقيم عليها شريعة تصلح لهذا العصر بل ولا تصلح لأي زمان وأوان وسأفسر لماذا هذا سأقدم تفسيرا لا أقصد أنه لماذا وضعت هذه التعليمات القصص والروايات التي تسيء ليس يعني يعني تسيء لمن يمدحونه ومن لمن ينقلون سيرته وكأنما هناك تعمد في هذا الأمر سأوضح هذا لاحقا بعد الفاصل طبعا البعض يقول بأن أن هذه الجواري كان موجودات وهناك كثير من الجواري وأبناء الجواري أنا أقول لا ما موجود كل الموجودين هو هناك أي ماء وجواري لكن من شعوب أخرى بعيدة جدا من بلاد الحبشة خاصة من أم عمار بن ياسر وأيضا زيد بن ثابت أو زيد بن يعني ابن الرسول بالتبني أيضا هو من سلالة رومية دحية الكلب أيضا أصولة رومية هؤلاء يأتون إما صغارا أو على يعني بسن صغيرة شباب صغار ويأتي يتم يتم خطفهم أو أو الحصول عليهم في الحروب التي تجري في الشام أو في مناطق بعيدة ويتم بيعهم وتصديرهم وتوزيعهم على مناطق لا يمكن لهم العودة إلى أهاليهم قد ذاك ممكن أن تتخيل لكن لن تجد هناك بين العرب أو مناطق متقاربة هناك جواري وما على ذلك حتى الجواري أدما في زمن الدولة الأموية يأتون بجواري من شمال الأفريقية من مناطق بعيدة دولة المغرب وتونس وليبيا في ذلك الزمان وهذه المناطق وتأتي النساء وكانت هذه المناطق لا تعتبر مناطق عربية ولا تعتبر مناطق مسلمة فيأتون بالجواري من ذلك يعني المخطوفات ويبيعوهن في حارات وأسواق دمسك ويقال يعني أمر مخزي ومؤلم جدا يقال أنه في الوجب المجوات وجبات وأرسل الطارق بن زياد وموسى عقب عقب بن نافع وموسى بن رحم بالي اسمه أرسل حدود خمسين ألف أو مئة ألف جارية شابة صغيرة وكان الخليفة يطالب شابات بالنوع خاص فيهن لازم رتبها حلوة وما لذلك فأرسل عدد بالعشرات الألاف وصل من كثرتهن أصبح السعر الواحد بدرهم تباع في شوارع دمشق ولا يجد أحد من يشتريهن تخيلوا حال الأسر التي أخذت منهن أولادهم في هذا الشكل لكن نقول هذا روايات كلها هي التي صنعت الإسلام هي التي صنعت العقيدة هي التي صنعت الفقه الذي أشرف على إخراجه وإنتاجه و كتابة كتبه وأصوله الأساسية من قبل متقفين أو طبقة أو حاشية متقفة من الموالي خاصة بتكليف من أولي الأمر أو حكام الدول الآن ذاك وهم بالتأكيد أمراء البني أمية وبني العباس خاصة وهؤلاء هم الذين أخرجوا لنا الدين الذي نحن نؤمن به والكثيرون يقاتلون و يذبحون باسمه لكنهم لا يسألون أنفسهم كيف وصلهم هذا الدين من أين لماذا لا نراجعه لماذا لا نفهم هذه الحقائق لماذا لا نتأكد من ما وصلنا الأمر ليس طعنا في الدين كما يدعون إنما فهما محاولة الفهم وهذا الوقت المناسب لفهم كل شيء من يدعي أن هناك طعن بالدين وما إلى ذلك هذا بالعكس هذا شخص مستفيد إما مستفيد أو جاهل أو شخص لا يبحث عن مصلحة أهله وناسه ويدعي الخش على وحدة الصاف وعدم تفريق الكلمة وبالحقيقة هو هذا عكس هذا إحنا صارنا مئات سنين كلمتنا متفرقة ومتشتتة ولم ننجح في أي شيء على الإطلاق لم نتصر في معركة واحدة طوال تاريخنا على مدى ألف عام وحتى لو انتصرنا بمعركة هامشية هنا أو هناك لم نربح حربا ولا 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 وصلنا إلى أي انتصار حتى علمي أو انتصار معرفي على أي على أي مستوى طبعا بهذا الصدد لا بد أن نشيرها قضية مهمة جدا هي مسألة ما ملكت أيمانكم ومسألة تفسيرها وهذا الأمر فيه لغة كثير ولكن يبدو من خلال البحوث الجديدة أو وجهات النظر الجديدة أن الأمر ليس كما نظن فمبدعين عندما كل من يريد أن يقرأ الآيات القرآن التي تتعلق بموضوع الملك اليمين لا نجد أن هناك فرقا بين النساء المحصنات وملك اليمين وفقا لآيات القرآن الكريم هناك كثير من الآيات تذكر هذا الموضوع باستفادة أيضا راح أوضح الوحدة من الأعراء المهمة رأي لوكسنبرغ قال أن الملك اليمين هي معناها المرأة المتزوجة وليس شيء آخر وسأعرض رأيها صوتيا طبعا إذا كان ممكن من الجائز أن أعرض هذا التزيير الفيديو أيضا عندما نذهب إلى التوراة ما معناه ملك ملك اليمين في التوراة هناك باحثة هي ليندا ديسوزا تقول هذا هناك سوء فهم منتشر بسبب يعني غايات ترقيئية لهوتية وهي أن الكثير يظن أن السرية أو المحظية في اليهودية تعيش مع الرجل الذي ضمها إلى حريمه بعد الزواج منها وتقول أن هذا كلام غير صحيح لأن العيش مع بلجش بلجش بالتعبير العبري أن العيش مع هذه تحت السقف فاحض هو فعل الألاقة الشرعية من الناحية الدينية اليهودية لكنها أيضا ليست زواج أو ما ندعوه بالعامية نسميه كتب كتاب يعني بلجش ما أعرف لفظ الدقيق عذرا هي معناها اللغة والدقيقية زوجة من الدرجة الثانية ويفرض عليها ما يفرض على المرأة التي صارت حرم الزوج بعد الزواج إلا أنها حقوقها أقل من الزوجة الرسمية ملكة اليمين في القرآن هي نفسها المقصودة بالبلجش ومفرد اليمين هنا هو معنى رمز لاستقامة الفعل ونجاحه وعدم إدانته أخلاقيا أما عبارة التي آتيت أجورهن التي آتيتم أجورهن التي تعود باستمرار في القرآن هو إشارة إلى ماذا إلى النساء اللواتي حصلنا على المهر وبذلك يميز القرآن بين من حصلت على المهر ومن لم تحصل عليه وأود أن أشير إلى قضية موجودة لدينا في العراق عندما يتزوج أي رجل في العراق أنا ما أعرف على عهدي كنا الزواج لا يتم إلا بعد أن يحدث ما نسميه الملشة فإذا ما يكن ملشة فلا يمكن أن يتم الزواج والملشة ما هو الملك الملك يعني الملك يعني الملك اليمين هذا معنى يعني أصل الكلمة لحد وقتنا الحاضر كلمة الملك الملك الملكة اليمين الملشة بالأراق وهو أيضا جذور سريانية آرامية قديمة واللغة العربية هي من جذورها الآرامية فالملشة بالأراق موجودة ومعروفة والملكة أيضا موجودة في دول أخرى كما أحسب حتى بالخليج موجودة الملكة الملكة يسموها فهي الملكة يعني أنه تملكها معناتها عقد الزواج أنه توقيع العقد بالضبط وهذا يحدث عادة بدون الدخول على المرأة يعني أن عندما تزوجت سوين ملكة أو ملشة بالأراق نسميها ولكن لم يحدث الدخول على المرأة إنما العقد الزواج شبه الرسمي أو الديني الشرعي أمام الناس أجمعين لكن الزواج عادة بالأراق يصير في الزواج الحقيقي أو حفل الزواج وجلب الزوجة من بيت أهلها يتم في اليوم التالي عادة ليوم الملشة قبل أن أعرض رأي دكتور ليستنبور راح أخذ رأي صديقي أيضا والباحث هو في هذا المجال سلمد رشاد فقال أنه علينا أن ننتبه معنى كلمة ملك اليمين هي خاصة بالملوك وهذه وجهة النظر الثانية أو الثالثة حول موضوع ملك اليمين ويقول سرمد أن معناها في الأهد القديم هذا تطور وفي الأهد الجديد يقصد الإنجيل وأصبح يعطي معنى جديد فيقول بالأهد القديم كان الملك الجديد أيام الملوك اليهود خاصة شاول بالقرن التاسع قبل الميلاد كان هذا الملك الجديد يستولي عندما يأتي الملك الجديد يستولي على ملكية الملك القديم يعني ماذا يستولي على قصره وعبيده وخادماته في القصر الملك أيضا كان يستخدم الخادمات في الفراش لماذا لأنهم تابعات إلي يعني هن تعتبرون من نساء لكن لا يعتبر تعتبر الخادمة للملك القديم زوجات ولا أيضا ولا مسبيات لأن السبية تبقى مثل الزوجة درجة ثانية وهذا يذكرنا ببلغش حسب البحث للأستاذة ليندا فقال هذا معناها هنا معناها هذا الزوجة درجة ثانية معناها واضح لهذا السبب يقول سرمت نرى في القرآن أنه يقوم بأخحام هذه ملك الأمين في كل موضوع ويقول هذه رغبة لتلبية رغبة تلبية متطلبات الحاكل أما يقول والتفسير يحتاج لتأمل أكثر لكن أترك لكم أما في العهد الجديد فكانت دائما ملتصقة بالملك يعني تأتي الملك اليمين بالملك أو الله والمسيح وأتت بمعنى مختلف تماما أتت بمعنى المؤمنين من أتباعه يعني الملك اليمين لا يقصد بهال النساء إنما يقصد المؤمنين من أتباع المسيح الذين أصبحوا بالفهم المسيحي خراف تحت يده اليمين يعني مقولة السيد المسيح مشهورة خراف الله الضالة أنا أتيت لخراف بني إسرائيل الضالة وكلمتها مشهورة بهذا المجال فالمؤمنين أو ملك اليمين هم هؤلاء الذين تحت يده اليمين هؤلاء هم المؤمنين وليس الرجال والنساء أما عموم المؤمنين رجالا ونساء ملك اليمين يعني تيجي بأنها الحرف ملك الله من المؤمنين ما معناه حرفيا حسب تعبير سرمان رشاد ملك الله من المؤمنين وهؤلاء هم الذين حفظوا فروجهم يعني معنى أنه هؤلاء هم الذين حفظوا فروجهم يعني الموضوع ليس الأمر يتعلق بالنساء وأن لا لقال فروجهن يعني كان قاله بصيغة جمع المذكرة المؤمنة السالم بل يتحدث في القرآن حتى في القرآن عن المؤمنين بشكل عام الذين أصبحوا تحت يد الملك اليمين والآن خلنس مع الدكتور لوكسنبورغ والبعض يتهمني بأن قلولي أنت من مرويجين لليكسنبورغ ما أعرف في السبب يعني هو الرجل باحث ومتخصص في اللغات القديمة ولا حاجة لكلام عن أنه يعرض أشياء غريبة عجيبة هو أدى نظرية الرجل لغوية لا أكثر ولا أقل لكن هناك كما يبدو هناك كثير مستائين من هذا الرجل لأنه يطرح نظرية متكاملة ودقيقة بغض النظر عن صحتها لكنه يقدم تفسيرات أفضل من غيره في رأي في رأي كثيرين يقدم تفسيرات تصبح حتى في صالح الإسلام والمسلمين ليس الأمر ضد هذا الموضوع لكن كما يبدو هذا يعني نوع من الغيرة بين الباحثين والمتخصصين في هذا المجال لا أكثر في رأي يعني إنما الرجل لا يقدم شيئا إمرأة كما يقال فنستمع له موضوع موضوع ملك اليمين مفهوم معنات أنهم ما ملكت أيمانهم بمعنى العبيد هذا مفهوم متأخر أنا بقول لك يعني لا يطابق مفهوم القرآن أوكي أوكي بس ما هو دليلك أنه هذا لا يدل على العبيد أنا بفتح لك أي مفسر تريده وحيقول لك ملكت أيمانهم ومعبيد ما لا علاقة فتعبير القرآن واضح لا يعني القرآن العبيد طيب منح نكمل نكمل أنا حنشوف فقط الآيات اللي فيها عبارة أنا راح نشوف بالنسبة فضل في آية تتكلم عن الرجل بالنسبة لزوجته الرجال قومون على النساء أستاذي خارج الزواج نعم إلا إذا كانت علاقة مع عبيد إلا أكلم فرغ أنا أقول لك هذا كيف فهموا 91 مفسر هذا يناقب فهم إلا الزوجية يقول أنه لا يحق أن يكون لك علاقة زوجية خارج الزواج نعم إلا إذا كانت علاقة مع عبيد إلا أكلم فرغ أنا أقول لك هذا كيف فهموا 91 مفسر هذا يناقب مفهوم القرآن آه خلاص ما عندي مانع ما عندي مانع بهذا التعبير ما ملكت إيمانهم واضحة تأتي شرح لأزواجهم إلا على أزواجهم أي ما ملكت إيمانهم آه إلا على أزد فإن على أزد فإنه لا ما هو بيقول فإنهم غير ملومين طبعا لا غير ملومين بالنسبة لأزواجهم طبعا إلا على أزواجهم أما على أزواجهم أو ملكت إلا على أزواجهم أو بمعنى إيمانهم فهم غير ملومين يعني بالنسبة لأزواجهم طبعا ما فيش لهم عليهم إذن هنا أنت أو يعني بمعنى أي أي طبعا أي أو بتعبير آخر أي تفسير 91% من فسري وأنا ما كنت أعرف رأيك هذا ليس رأيي هذا رأيي القرآن وليد اسم بيل البعل أي يعني بالنسبة للإله تعني القوي ليستأذنك الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلمة هنا أيمانكم هنا العبيد فهمت لا الذين ملكت أيمانكم إذا كان هذا المفهوم بمعنى العبيد يكون هذا مفهوم متأخذ بس أستاذي يعني هل معقول هنا إنها طبعا يعني النساء يستأذن لما يدخلين على أزواجهم فهنا الاستاذ الذين ملكت أيمانكم هنا الإيماء كل أنا غلطة عن أستاذي مش واضحة بالحقيقة لكن أنا أعتقد أنه ملك اليمين بمعنى العبيد أو ما يمتلكونه هذا مفهوم جاء متأخر لأنه بالأساس معنى القرآن لمالك اليمين هو المعنى السورياني أي وعدة لحلفان اليمين نعم معنى الوعد وليس معنى الامتلاك لا القرآن لا يقره بتعدد الزوجات إلا إذا كان بالزواج من أرامل وعندهم يتأمام النص القرآني واضح على كل حال كلامك واضح وإلا كلام القرآن واضح نعم يعني تعبيد لا يتأمي ولكن كل مرة جاءت فيها كلمة بلك يمين أنت ترى أن معناها الزوجات الزوجة شرعية حتى الزوجة شرعية أموما هذا الكلام يعني ممكن أتوسع به إذا رغبتم وبعد الفاصل راح أتحدث عن موضوعة الزواج الذي كان محرما بين أبناء العمات والخالات تكونوا معنا قلت القسم الثاني من الموضوع وهو يتحدث عن زواج الأقارب وقلت فيه بأن زواج الأقارب مثل أبناء العم والخال كانت عرفا جاهليا وهذا أمر كما تقدق في الموضوع غير صحيح بل كان محرما أو غير موجود غالبا في أيام العرب قبل الإسلام أو في زمن ظهور الإسلام بل أن الآية هي التي نزلت تحديدا وهي التي جعلت هذا الزواج حلالا وبسببها يعني كثير من الناس يتحدثون عن أن الرسول قال لست أباءات أحد من رجالكم لكن وقالوا بأنه تم منأة تبني بسبب هذه الآية ويرى التركيز على موضوعة زواج زينب أو طلاق زينب أو زواج المزينب بعد طلاقها من زين إلى الرسول الكريم ونزلت آية خصيصا في هذا الموضوع وقالت أنه لما قضى منها زين وطرا زوجناكها لكن هذا القضية أنه جرى التركيز على موضوع أنها عدم التبني وهذا الأمر أخذ يعني عاب بعض الكفار قريش عاب على الرسول أنه تزوج ابنه بالتبني لكن الحقيقة أنه الموضوع هو أكثر من هذا أنه الموضوع الذي يتعلق بزينب نفسها التي هي ابنة عمّة الرسول أميمة وهذا الموضوع كان جديدا أيضا عليهم وأدما ندقق في الآية نجد أنه هناك تعداد عدد كبير من أنت اللائي هاجرت معهن عماتك وبنات خالاتك وعدد كبير يعني آية طويلة كلها تذكر تفاصيل دقيقة وأيضا بها إشارة لأنه والإلائي الذي اللائي هاجرنا معك ف كما نعرف أنه هاجر مع الرسول هو أبو بكر حسب الرواية الإسلامية ولكن القرآن يقول أنه لا يهاجر معك هذا موضوع أيضا مثير لاستغراب يعني من هاجر مع الرسول قال إذا كان يهاجر معه يعني تقريبا 20 امرأة فكيف يقال بأنه هاجر مع أبو بكر هذا موضوع ثاني لكن أتحدث عن موضوعة أنه الرسول تزوج ابنة عمته وهذا الزواج هو الذي كان أمرا جديدا وغير مسبوغ هناك زيجة أخرى يعني هناك يقال بأن ابن ابن أبو لهب عم الرسول قبل الإسلام تزوج من أهدى بنات الرسول لكن هذا الأمر لم يحصل وهي طبعا هي قرابة ليس من درجة الأولى أو درجة ثالثة يعني هما مو أبناء عم مشاركين هي هذا ابنته وهي وذلك ابنه فبالتالي ليس الأمر مباشر يعني مو أولاد عم وولاد خاله وأيضا هناك مقولة بأن بنات الرسول قبل الإسلام عدا فاطمة ليسوا هنا بنات خديجة وليس هذا موضوع مختلف لكن قال لي بعض الثاب يعني عندما نشرت البوست قال بعض بأنه رسول بابنة الرسول تزوجت ابن ابو لهب لم يتزوج بها بل طلقها قبل أن يدخل بها وكذلك هناك زواج آخر هو حدث بعد الإسلام وبعد زواج الرسول من زينب للإمام علي من فاطمة ابنته وهو ابن عمه ولكن أيضا ليست درجة قرابة مئة بالمئة يعني هي ابنة 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 عمه فالأمر أيضا لا نجد وأيضا عندما نفحص لا نجد أحدا من من قريش أو من العرب كان نتاج زواج أولاد عام أو أولاد خالة لن نجد هذا الشيء هناك حالة واحدة أعتقد لا لا مو حالة واحدة زوجة كانت زوجة أبو طالب وهي أم الإمام علي فاطمة ابت أسد هذه كانوا قالوا أنها المرأة الأولى التي تزوج هاشمية تتزوج من هاشمية تخيلوا هذا حدث بالنسبة لهم كان نادر جدا ويقال ويتم تكرار دائما بأنها أول أمرأة هاشمية تتزوج من هاشمية فتخيلوا يعني عندما يقال تزواج أبناء الخالة وأبناء العم فهذا الأمر لم نسمع به على الإطلاق وهناك كما أقول لأمر بن الخطاب قال بأنه الزواج الأباعة هو الأفضل لأولادكم لزواج الأباعة هو المفضل طبعا بعض الفقهاء حاولوا التنكر لهذا الحديث والبعض قال أنه حديث للرسول لكن جرى تضعيف هذا الأمر وطلع أنه حديث عمر بن الخطاب وذكره الإمام الغزالي وأمة كبار من أمة الإسلام لكن بعض الفقهاء قالوا لا هم هؤلاء ليسوا بفقهاء ولا يعتمد على حديثهم الذي يؤكد أن عمر بن الخطاب قال هذا الكلام وواضح أنه المسألة كانت نوع من التغطي على الموضوع وهو الموضوع بيكمل إحنا لا يهم لنا التصيد أشياء ليس هذه الفكرة لأنه المتصيدون كثير نحن لن نأتي بجديد حينما نقول أنه واحد يتصيد أو لا يتصيد وليس الهدف التصيد الهدف هو الفهم وعدم الانحياج إلى مؤمنين وملحدين وعدم وليس الموضوع طعن بالدين وحتى طعننا في الدين يعني ماذا نحصل لن نحصل شيئا حتى سقط هذا الدين كما يدعون أو يخافون على الدين الإسلام وما على ذلك سيظهر دين آخر أيضا فنحن لن نفعل شيئا يعني كما تعرفون ليس هدفي أنه واحد يتعلم إنما يطرح أشياء أساسية وحقيقية ويجب مناقشتها لأننا لن نتطور ولن نتغير ولن نخرج من أدراء أو من الدهاليز وكهوف الماضي إن لم نناقش الأسس الفكرية والمعرفية والمنهجية والذهنية التي نرى بها العالم وأنفسنا والأشياء عموما وطبعا الآخرين وهي مشكلتنا الكبرى أننا لا نريد وأن نفهم الآخرين ودائما نضع حواجس بيننا وبينهم هذا أمر الذي يجب أن نشير له لا بد أن نشير إلى أن هناك عدد كبير من الكتب خاصة هناك الكتاب مهم لمن يريد أن يبحث في هذا الموضوع أعتقد اسم الزواج في الإسلام أو عند العرب سلسلة عالم المعرفة ممكن هسا يشوف اسمه طلعه هذا الكتاب اسمه الزواج عند العرب سلسلة عالم المعرفة والكتاب يعني معروف ممكن نسوي PDF موجود نسخة وهنا يتحدث لك عن نساء المحرمات في الجاهلية والإسلام أولا النساء المحرمات تحريما أبديا مؤبدا وهنا به تفاصيل كثيرة أولا وبعد ذلك هو المشكلة يطرق ولا يطرق إلى ما سبقها دائما قدما لاحظت حاولتنا راجع الموضوع دائما تجد انزياح وكأن ما قبل الإسلام شيء لا يجري ذكره بطريقة دقيقة لا أعرف يعني لاحظ دائما ويقول الإسلام أتى وكأن لا شيء قبله والمحرمات بسبب القرابة وهنا يقول الأمهات والبنات والأخوات والعمات وعدما يأتي إلى ذكر أولاد الخالة وأولاد العم وأبناء العم يعبر بشكل سريع بدون أن يوضح الموضوع طبعا لمن يريد المزيد أعتقد يروح على صفحتي في الفيسبوك وهذه هي صفحتي ممكن يشوفوها حتى لأن أندي أكثر من الصفحة بس أعني هذه الصفحة وليس بيت صفحة بروفاير خاص بي وممكن زيارتها وتشوفون تعليقات كثيرة حول هذا الموضوع هذه هي الصفحة وممكن تطلعون عليها وأيضا البوست الأصلي وهناك توضيح ممتاز جدا من الصديق مار حميد يقول كانت هناك أسر للنساء بحالات معينة أسر عمليات أسر للنساء بحالات معينة وهو أمر نادر ويتم أسرها النساء ثم يطلق صراحا لاحقا بقصد إهانة للطرف الآخر يقول المعارك العرب عموما لم يكن لم تكن تتجه لمضارب الطرف المهزوم بل يتوجهون للمرائي لغتنام الماشية يعني ما يرحون إلى الناس في المكان سكنهم ونومهم إنما يرحون إلى الماكن التي توجد فيها الماشية يقول عيام الزمن الجميل لما كانت البعارين أهم من النسوان يعني يسخر من هذا الموضوع أو يمزح يقول إنه كانت البعران هي أفضل من النساء يعني يقول لأن هذه بها يعني أكل وممكن ثروتها ثروة كبيرة وأيضا بعير إذا ما تسرق لا تجد آباء وأهل يطالبون به ممكن أن يضيء بين البعران الأخرى أما المرعة فلا يمكن أن تأخذها كيفما اتفق يعني أدهى أولاد أدهى أحفاد أدهى ابناء أدهى وجه مميز أدهى اسم فبالتالي عملية سبيهة أو اختطافها عملية مكلفة ومدمرة لصاحبها وأيضا أخذها ماذا تفعل بها يعني أيضا صديق الصادق الطائق كتب مادة رصينة جدا ممتازة عن هذا الموضوع وأنصح بقراءاتها مادة طويلة ومصدر الرئيسي كان أيضا دكتور جواد علي في المفصل تاريخ العرب والإسلام وهذا الموضوع أنا أعتبره مهم جدا الآن أنا أخلص إلى ما أريد أقوله من خلال هذا الفيديو وهو أن كل ما وصلنا يعني حتى وضع ما أهمية كل هذا الكلام يعني يعني أنه قد هناك خرافتان أو ثلاثة وهذه الخرافتان لا بد أن ليس لها أصل يعني منطقيا وقدمت الأدلة على هذا وهي خاضعة للنقاش طبعا لا أدعي بأنها مسألة نهائية فأهمية هذا القول بالنسبة لي أو هذا الطرح أو هذا الكشف عن هذه الأوهام أو الخرافات أن كل ما وصلنا عن سيرة الرسول مشكوك فيه بشكل جدي وعلينا أن نفكر بطريقة ممتازة لا يؤقل أن يكون هناك رسول يغزو ويأخذ نساء ويقتل آباء يعني هذا ليست مسألة منطق يعني قد يزعل من عندي الملحدين ويزعل من عندي المؤمنين لإشارة لهذا الموضوع لكن المسألة لا تدخل في العقل ووضعت هذا في بداية الحلقة ثانيا أن الأمر لا يتعلق كما قلت بملحدين ومؤمنين ليس هذا الهدف وأشرت لهذا إنما بتاريخ مزيف يجري فرضه على الجميع على علاته والغاية كما يتضح أو اتضح كثم الأفواه وأخراس الألسن والثالثا تدمير المعقول أو مفهوم ما أسميه تدمير المعقول أعتقد هذا مفهوم يمكن جعله أداة ممتازة لفهم نمط أو ألماط الفعل السوسيو بوليتيك يعني أو العلم الاجتماعي السياسي يعني الأفعال الاجتماعية السياسية التي يمارسها سكان المنطقة عبر تاريخهم ولتمارس هذه الشعوب وقادتها هذا النمط وهو نمط تدمير أقول أقدر أسميه هو نمط يصبح فيه اللا منطق واللاعقل وسيلة مثلى وناجحة جدا لفحص درجة ولاء المؤمنين وليس قدراتهم العقلي والمنطقي أنني أريد أن نعرف درجة ولاءك وليس درجة درجة عقلك وهذا الأمر مهم جدا بالنسبة لهؤلاء وفق يسمون مفهوم الولاء والبراء هذا بالحقيقة هو أشبه بواجبات وتدريبات الجنود التي لا معنى لها في الجيوش المحترفة عادة أنا كنت بالجيش بجاء الخدمة العسكرية ويكون الشاب كان يجي الآمر ويقول أحفروا الخندق ونحفر بعد ذلك يقول اردموا أو طموا ومجرد يريد يعرف أنه هل نحن نطيع العوامر وما إلى ذلك مهم الغاية ترويض الجنود ويبدو أنه ترويض المؤمنين هو هذا الهدف منها وكلمة آداب وأيضا كلمة أتباع ورعية هي كلها علاقة بالحيوانات وأيضا حضيرة الإيمان وحضيرة الدين هاي كلها علاقة بالهدف تحويل الجميع إلى مجرد آلات وأدوات لممارسة للاستعمال في حروب الرجال الدين التي لا نهاية لها ويعني كما نعرف لا نهاية ولا هدف نهاية لها المهم وحتى الهدف الموضوع أنه جعل جميع مسلمين وآمنين وفق مذهب الشيخ الفلاني أو السلف الفلاني أو الإمام الفلاني وهذا مسألة تشير حرب إلى الأبد ضد الكرة الأرضية بأكمله فهذا شيء خرافي وهو يدمر مجتمعاتنا رابعا الهدف كما قلت ترويض المؤمنين المصابين ترويض الهدف هو ترويض المؤمنين المصابين بحمى الدين حيث كما قلت أن الفراض الدينية هي في أصلها فراض عسكرية ويتم تحديد درجة نجاحها في درجة انصياعك وامتثالك للأوامر التي عادة ما تصف بأنها أوامر إلهية أي كلما كنت كمؤمن متقبلا أو كمكلف كما بتسمية الفقهية كلما كنت متقبلا للخرافات والأكاذيب وقادرا على تحويلها لحقائق والدفاع عنها كلما كنت مؤمنا صالحا وملتزما ويطلقون عليك أن هذا أسلم وحسن إسلامه يعني كلما كنت تقتنأ بالخرافات والأشياء الغير معقولة كلما هذا أثبت حسن إسلامك أي أن المؤمن الصحيح يفقد القدرة الذاتية على التمييز أو الحكم على ما يسمعه أو يراه أو يقرأه أو حتى ما يقوله يعني حتى لسانه هو يفقد قدرة على تمييز ما يقوله واللغة التي يستعملها هي لغة عاطلة وخارج المفكر فيه حسب تعبير محمد أركون أركون يقول اللا مفكر فيه حيث يعني تصبح الحكمة في معرفة النفس ليس يعني يعني ليست الحكمة في معرفة النفس كما يقول سقرار هذا طبعا هو نفس اللي هاجم طرقنا على فلاطون في وقت مبكر فلاطون هاجم هذا الموضوع وقال أنه مسألة هي معرفة النفس وليس وليس أن أن تفقد قدرتك على التمييز أيضا هيكل أذكر هذا خاصة ما يتعلق بنقد لظاهرة النبوة ورح أسوى حلقة خاصة عن موضوع كيف رأى ظاهرة النبوة أرستو وفلاطون وهيكل أيضا وأيضا بعض الفلاسف الآخرين أيضا أرستو بالمناسبة قال أنه هؤلاء في مقدمة كتاب الرؤية قال أن المتنبئين هم جهلة بالعقل وأنهم أرض للقوم وليس لديهم ما يقدمونها البشرية هذا موضوع شوية لعلاقة بالظاهرة النبوة في التاريخ القديم أيضا خامسا خرافة الصراء بين العقل والنقل وهذا الذي أرزي تأشير الهوائمة هذا إشارة أعتقد غير مسبوقة وأؤكد فيها بأن هناك خرافة تشرب جميع بوجود صراء بين العقل والنقل وهل نحن نلجأ للنقل أو العقل أو بين بين حسب بعض المذهب الإسلامية وخاصة المذهب الأشعارية والشافئية وما إلى ذلك هذا كحقائد وليس المهم غايتها شنو هاي الخرافة الموجودة غايتها الخفية تدمير العقل والإنسان يقال كثيرا طبعا هناك نزاء بين العقل والنقل في تاريخنا الديني الإسلامي وحتى المسيحي بالحقيقة هذا النزاء مزيف ويغطي عمدا على أصل المشكلة وهي الإنسان الغاية من النزاء النزاء إذن هي غير نزيهة وهدفها التعمي على منظومة لغوية نصية سلطوية تستمر دائما في تدمير كل ما له علاقة بالإنسان روحا وجسدا طبعا إذا صحت هذا عمل التفريق بين الروح والجسد وهي أناقشها لاحقا المهم هذا النزاء بين العقل والنقل صراء مزيف ويحاول يضيع على الناس حقيقة الموضوع وهي تدمير الإنسان وجعله يفكر هل أنا أتبع العقل والنقل طبعا إذا أريد نناقش مفهوم العقل أنا نناقشته سابقا مفهوم العقل بالإسلام أو بالدين الإسلامي هو مفهوم العقل وليس العقل وليس النوع وليس الريزن الذي الريزن إلى علاقة بالسببية فبالألاقة والعقل هذا العقل يقرأ ويكتب ويسمع ويفهم ويطئ الأوامر هذا هو العقل وليس المجنون يعني العقل والعقل بالنسبة بالمفهوم الديني هو الذي يعقل أو الذي يعني هو أصل كلمة عقل هي العقل الناقة أو ربطها في عمود الخيمة فالعقل هو هذا العقل لهذا السبب أكبر عداء العقل هو الرجال الدين خاصة العقل بمعنى اللوغوس يعني فبالتالي السؤال السادسا وأخيرا وهو هل نحن التساءل هل نحن شعوب معقولة أو معتقلة بناء على مفهوم العقل عقلة أم ريزينابول أو شو نسميها هل نحن شعوب لوغوسية أم ميثوسية من ثناية اللوغوس والميثوس أم شعوب عاقلة يعني هل نحن لوغوسيين أم ميثوسيين أم شعوب عاقلة الجواب أنا أعتقد برأيي نحن شعوب عاقلة معتقلة يعني أن العقل من الاعتقال ونحن شعوب معتقلة باسم العقل الديني وليس باسم العقل المنطقي العقلاني الذي يقوم على الفهم والتفكير والنظر والعمل والتجربة وما إلى ذلك مفهوم العقل بالتالي هو أصلا من اعتقال الناقة وربطها وهذا الموضوع كله أنا أربط بالخرافات الثلاثة التي تحدثت عنها لأن هذا يبدو بعيد عن الموضوع لكن أنا هو هذا الهدف الرئيسي وغيركم أنه ما وصلنا فيه إشكالات كثيرة علينا أن نفط إليها وهذه الخرافات يجب أن نؤمل العقل في فهمها ومراقبتها بدقة لا أن تستمر بعد مئات السنين ونحن لا نفط إليها أنا لم أجد أحد يتحدث بهذه الطريقة عن موضوعة الملك اليمين وتحليلها بهذه الطريقة وهو تحليل سطحي بالمناسبة على المجرد فتحت باب على الموضوع وأنتظر من الآخرين أن يساعدوني أو يتوسعون بأكثر لأنني إشارة وأيضا ينصحوني في تطويرها إذا كان لديهم إذا تكرموا عليها مفهوم العقل أيضا حتى عندما استورد مفهوم العقل خصيصا من يونان وليس لكي يصبح المسلمين لأنه كان فترة العباسية عندي حلقة عن الحضارات العباسية أو أدي أكثر من حلقة عن موضوع العباسية والحضارة العباسية وأن الإسلام يعني الشيء العلاقة للإسلام والفترة العباسية وهذا المفهوم بستورة خصيصا من يونان مفهوم العقل والهدف كان هو حتى للرد على المثقفين البلاط العباسي وقبل البلاط الأموي للرد على المسيحيين واليهود وهؤلاء أيضا بالمناسبة حتى مفهوم العقل كان هو غزاهم قدما غزا الإسكندر في هذه المنطقة بالقرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد وكان تحدي الفلسفة اليونانية كبير جدا ويعني حضور الفلسفة اليونانية كان قوي بقوة قوة هائلة جدا وهذا أدى إلى شعور اليهود في ذلك الزمان والأمم الموجودة السامية دعا صحيح التسمير في ذلك الزمان بالخطر وأن هناك أمر يجب أن يتصرفوا ويقفوا ضده وهذا أدى إلى تحدي الفلسفة اليونان ووضع فلسفات جديدة يعني نجحوا في النهاية في تشويهها ويجعلها أفلوطينية وإشراقية ومعنا ذلك شكرا جزيلا وأسفل طالع ومع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر